يتقبل أخوي حمد يتقبل أخوي أبو جودي لا أنت مثلي ما يبقى ناس من نتعي مثلا هو جوه كده زين لا يتقبل أخوي عب جابر يتقبل يتقبل أخوه أحيانا ما يعترفين لأمة إحنا دائما في الدافعية وفي التعاون مع مدمن يا جماعة الخير والله إني لكم محب وناصح ويأسفني أنا كنت أقول كلمة قاسية علينا شوي أقولها ولا ما أقولها أبو جودي والله إني أقولها إنت آخر لقمة طيبة وتضبط معنا واللي ما بتقولها تقولها ترى بتضبط كنت أقول كلمة قاعد مساء من كنك قاسي قلت الأسرة السعودية المحافظة عندها أمية وجهل شديد في التعاون مع المدمن إلا ما رحم الله عند الإشكال في مجتمعنا المحافظ في التعاون مع المدمن أحيانا نحن نوتر الأمور ما نعرف نتعامل معها إحنا نجتم عليه خمسة أربعة أبوض كنا نجثل محاكمة إنا أزلقين أنك كده ولا ما يمتها أنك كده إنا حين حارين جافين مو لازم كلنا الشباب كله بيقولوا صحيح 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 كويس عزاستودي أنا أخي بعض الناس يقول أنت يا دكتور سامي تبالغ ليش تقول والله إنا ما نعرف حين تعامل معهم وتجي أمهات دخلت علي في البث قبل ثلاثة أيام واحدة في وجودي والله وقعد تضحك وانبسط قالت يا دكتور كبيرة أم من أمهاتنا قالت كان إذا تعاطى كذا أنشبلة أقول أنت كذا وانت كذا كشفتك اليوم كشفتك كذا قلت له أنا كلام ذا قبل أسبوع يا أمي إذا ذا تركي وتبسي من وجهها وتركي وخليه تعليه لوقت ثاني والله العظيم اللي معنا في البث يمكنني يذكرون جالت تخطي عينه قبل يمين قالت يا دكتور أباش ترك طريقتك خلوة قلت كيف قالت كشفته قبل الأسبوع هذا تركته ناظرته كذا وتركته ما تكلمته بكلمة جاني هو اليوم الثاني يحب رجول يقول لي غريبة ما هاوشتيني قالت ليش هاوشك أنت حبيبي أنت نرعيني أنت كذا ترى المدمن ما يجي بالمقاومات وبالجدل لازم نأخذه يمكن إذا ما تقبل مني اللي كنت بوصل لكم يتقبل من واحد ثاني فإحنا نبحث عن المفتاح للقلب من هو مفتاحة؟ يمكن ما هم من الأسرة صديقة أخوه والد عمه واحد يحب أن نقول له بيننا و بينك حاول معه نصل معه مو بهو بعالجة ترى لا أنا وياك والثاني يعني البعيدين عن المراكز العلاجة لإدمان وبرامج ما نطالب الأسرة أنها بالتفاصيل اللي نتعالج لا أبغى منك تعزز عنده شيء واحد اللي نبحث عن المفتاح وهو القناعة والدافعية أني أنا عندي مشكلة وفيها حل وأنا قابل مقتنع مستعد وجاهز أعني أتعالج منها المشكلة عن طريق المختص أشبكوا بالمختص وخلص سواء كانت فيها أم أولا نجتمع عليه ونضيق عليه كله لا نحس نحن نحن قريبين منك وإحنا معاه زي صحيح باللفظ هذا أنا كتبت في حسابي في تويتر الكلام ذلك قلت نقول للمدمن دائما وأبدا إحنا لا نتقبل سلوكك الإدمان وهذا يضرك ويضرنا تمام ولا يمكن نتركك والله ما نفكك لكن إحنا نحبك ونتعاطق معك ونقدم لك المساعدة ونقدر أنه هذا مو ثوبك ونقدر أنه هذا سلوك خارج مو أساس شخصيتك أنت منت سيئ بس اخلع عنك القناع هذا طيب تقول لي يا دكتور بعضنا سيقول الكلام سهل صحب الموضوع ليس تغيير النفوس الأنبياء والمصلحين يجيسون سنوات ونغير بعض الأفكار لازم نستعين بالله في موضوع النائش مع الوقت مع الوقت ونستفيد بوجودي أمر مهم جدا للأسر من موضوع المد والجزر زي البحر البحر إذا صار هاي جتركه فلما يجزر عنده لحظة ندم تشوفه يوم من الأيام ودي يغير حياته ما في مدمن في الغالب إلا يا أخي والله اليوم تها العيشة اليوم تها أخي ودي يغير نجي المرحلة نقول له يلا مشينا ولا تتأخرون لأن اليوم الثاني بغير راية لا تتغير ونستفيد أيضا أختم الكلام هذا كثير بموضوع المنكر الانكار والتعامل مع المنكر أيضا اليوم هو منكر لكن بكرة يعرفها الله سبحانه وتعالى النمر الله حق بقاع بصدمة سواء كانت صدمة في صحية جاه مرض نقلوها المستشفى يا حبيبي بسم الله عليك وما تشوف شر لا أنت شفى بسجن جاه سجنة ما أنت في سجنة يقول شفت أمس وقبل أمس أمس والله واحد يقول أخوي مسجون والنبوي بيروح له وناوي أبوي حار قلت شف أمسك أبوك أربط أبوك لا يزوره جزاه الله خير فوقنا لا يروح له اقنعوه طبعا بسلوب لو راح له إيش يكون آثرة عليه أنا لما تجيني صدمة وأنا مدمن أبغى واحد يقول لي باقي في الزمن بقية الحياة باقي فيها بقية لا تيأس سجنتك مرضك طلق زوجتك هذه رسالة من رب العالمين وإذا صلحت أمورك بتزيل الأمور من هالكلام خلينا نستفيد يا أبو جودي من الصدمات الصدمات هذه اللي تجيني مدمن رسالة من رب العالمين يقول صحح نفسك ما نجيني تشفى فيه ويقول هاي صدقني هذا السجين اللي مسجون يقد يتعذب كلام أبوه إذا جاه في الزيارة يبغى منه كلمة ثم يجي يقول يا الله حتى أبوي جاني ويقول لي يا الله ليش كذا وليش حتى أبوي تخلى عني حتى أخواني يوم جوني في السجن زاروني ما قالوا لي كلمة طيبة لا نقول له أبدا عفو الله عما سلف وإذا أصلحت نفسك حنا معك يا سلام طيب دكتور ساني أخذنا الوقت من العكس شوف مرة متفقينة نوعك 40 دقيقة لكن الآن زودنا عليها لكن يا شيخ أنا أمر لكم الأمر لكم أنا بالنسبة لي الآن بدأ يكون في شوية أنا بسألك في سؤال بس ممكن هذا بكين تجاوب طبعا هذا خاص فيك لا أنا عادي أبو جودي بس لا يسألوني عن أمور خاصة في البيت بس لا باقي الأمور عادي لا يسأل يقول حتى ما تشيني نعلى ولا شيء من هنا ولا لا لكن يا سامي الآن يسأل البعض يقول أنا أبغى تعالج لكن طبعا هو موسوس أخاف أنطبك أيوه أيوه طيب هذا السؤال الأول أخاف أبغى تعالج أنا أنا يقول أنا تعبت خلاص بطني كله راح طيب تمام تمام كل تعبت من الحياة أهلي بعدما أبغى توب وأبغى أرجع لكن أخاف أنهم هذول يكون اسمي أو يشهب هل العلاج بفلوس عندكم طيب رقم واحد موضوع أن أفكار الترهيب والتخويف والإرجاف في نفوس المدمنين أنه مستشفيات إرادة الحكومية أو مستشفيات الخاصة أو أي علاج إدمان أنهم بيفضحونك والله ما يبقى حك لا بيسجلون عليك بكرة تقدم وظيفة يقولون اسمك مكتوب مستشفي إرادة هل كلام خرافة ليس لها أساس من الصح أبدا الناس تعالجت يا حبيب قلبي وراحت ومشت في حياتها وفي وظائف حساسة جدا علاج الإدمان أنا أتكلم عن أملك أربي السعودية وأكثر الدول والله الحمد للعالم كله كل الدول في الغار ما أعرف دولة تتحاسب المدمن اللي يجي يجي بنفسه بمستشف مصحة وليس جهة أمنية مصحة علاج إدمان لا تخاف روح حكومية خاصة روح الأراجيف هذه من ينشرها أحد أمرين يا أم مدمن أصلا بيصرفها لها يا أبو جودي أنت مثلا أخوي تقول لي بطل بطل أقول لك يا أنا أصلا ما ببالي تبطيل أنت بتخرب علي جوي يا أخي بتخرب علي الجو عندي حلو يا أخي وأنت بتخرب علي الجو فقل يا أخي خلي خلي يا والله لو رحت يا أبو جودي للمسش والله بيكتبون علي أنا ودي تعافى ونصاب ما عليش كذب مع احترامنا له منكر مكابر مراوغ مراوغة عند المدمن لها ثلاثين طريقة هذه أحد طرقها أن يشكك في الجهة اللي يروح لها حتى يتخلص منك خلاص أجل عاد والله عاد بعض الأممات تقول لا والله عاد إلا وظيفتك ونمك أجل لا 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 إلا وظيفتك بتنفسر الله يعينك خلاص يوم ما ببطل أنا هذا واحد الصمف ثاني للأسف أهل الشر اللي ما وده محد يتعافى اللي وده من الناس بالذات البياعين يقول لك يا ولد رح تعافى وإذا ننقفطوك تعال والله أنت تجي تشتري مني لأنه ما بتفسد عليه وضعه أنت بتفسد أجواء وتفسد عليه الزمائل فتنتشر أكاذيب بين الناس والله العظيم أمس كي شوية بقول لكم ما أسوي النفسي دعاية أمس في البث في حسابي داخل عينه واحد اللي معي في البث يقوله إيه ولا لا وش يقول يقول عندي رأي عندي أنا ما أمنع أحد اللي ملتزم بالأدب أعطني رأيك ولا تتجاوز أدب ولا تتجاوز ضوابط ولا تتجاوز شيء قال لي عندي كلام تحملني قلت تفضل ليش ما تحمل قال المستشفى ما فيهم خير مستشفى إرادة قلت فيهم مستشفى حكومية قال أول ما تدخل مع الباب يعطونك الإبرزيتية قلت يا شيخ قال لي وتسين خامل وبيلعبون عليه قلت من قال لك الإبرزيتية دي ومن اللي يمدخل في راسك الكلام الفاضي هذا كله هرج فاضي أكاذيب تنتشر بين الشباب وبيعطونك كده وبيعطونك كده يا رجل إذا عطه واحد علاج لأنه يسلاهل علي يا رجل أنت يعني وضعك بالإدمان تلهم في السموم في المخدرات مخدرات جيب لك مصائب يوم جيت المستشفى يعطونك علاج قال لا العلاج ده يدوخ لي ماذا يا رجل تناقضات فكل شيء هذه يعني يعني هي من الأشياء اللي نحذر الشباب منها إذا جاك واحد يقول لك 3-5 سلسل يقول لها أروح للمين يعني يضبطني البيع أروح للبيع وين أروح طيب في حل أهول هروح طيب عطاك علاج وجلس أسبوعين فيك دوخة والعلاج هذا ينومك لازم تنام تبتلستلج السحب السموم للجسم لازم تنام يا حبيبي يقول لا ما بغنم يقول لك التسم بتعليمات الطبيب والمعالج اللي معكم بتفلح إن شاء الله موضوع مركز رشد للإرشاد الأسري ليس مركز حكومي إحنا مركز مدفوع لنا تسعيرتنا مثل المراكز من المراكز اللي أنا فيه لكن ما نرزل أحد يطلب العلاج رشد مركز رشد التخصصي للإرشاد الأسري والنفسي وعلاج الإدمان في طريقة منكفهات في موجود في جوجل لو كتبت مركز رشد التخصصي بالرياض رشد التخصصي هذا العيادة اللي أنا فيه أنا المشري في العام مدير المركز ومدير البرامج عندي لستان حمد الشيحان وبنسبة لنا كمعالجين عندنا عشرين نفسانيين واجتماعيين ومرشدين إدمان وبرامج علاجية على أحدث البرامج العالمية ما نزكي بفزنا لكن نحن ننطلق من خلاله نجد ثمرات بفضل الله ونحن ما نقول أرخص مركز إحنا ما إحنا بغالي لكن ما إحنا مجانيين ما إحنا مجانيين لكن لا نرد أحدا يطلب العلاج أبدا إحنا عندنا زمالة أسبوعية في المركز مجانية عندنا برامج مجانية وجمعية الشراقة في الرياض وندل عليها عندنا